بسم الله الرحمن الرحيم ازيكم يا حبيب قلبي عبلين ايه رب تكونوا بخير صباح الفلة او مساء الفلة على اختي وحاببتي وامي اللي بتتبعني وحشتوني وحشتوني كون مرة وحشتوني النهاردة بقى عندنا الروتين حلوة قوي عندنا كمان فيديو مشتريات يلا بينا نبدأ مع بعض الروتين بتاعنا ونشوف هنعمل ايه اسفة طبعا على التأخير بس والله غزبا عني حقكم علي عندي دور برد مدمرني يمكن بدأت لنا افوق دلوقتي منه لكن طول الاسبوع كنت فعلا متدمره خالص يعني عايز اقول لكم اخر حاجة صورتها معاكم لما كنت في السوبر ماركت ومن ساعتها وانا حط المشتريات في الشنط زي ما هي ومش قادرة اعمل اي حاجة خالص فقلت النهاردة تشجع كده معاكم اواريكم المشتريات وكمان نرتبها وننظمها مع بعض هنسمي الله ونصلى على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام هقول لكم على اسعار كل حاجة انا جبتها وكمان هنرتب الحاجة مع بعض يمكن المرة دي يمكن الاول مرة بعمل فيديو المشتريات مع ترتيب الحاجة وتنظيمها لكن حبيت اللي انا انجز بسرعة وخلص الحاجة اسرع لاني مش قادرة اقف خالص عمالة اشرب ينسون وكمان لمنمغلي حاجات كتير قوي وعمالة اخد علاج كتير بس الحمد لله على كل حال وما الولاد كان عندي تعبانين فانا تعديت منه بس انتو عارفين البرد بتاع السيف ده بيكون صعب قوي يعني انت بردانة وحرانة في نفس الوقت وتعبانة ومش قادرة وحاجة كتير تفاصيل كتيرة كده فتعالي نبدأ كده مع بعض على طول ونسمي لي ونصلى على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام وحط اللايك بتاعك ولو انت اول مرة تتفرج على هيبة ما تنسيش تحطي اشتراك وتفعل الجرس على كلمة الكل عشان يوصل لك كل الفيديوهات يا ست الكل اولا كده علشان خاطر نبقى مع بعض كده القناة اللي هي بتاعت اللي انا كنت بنزل عليها وصفات وروتين من فترة اللي هي اسمى وصفة في حدوتها دي ما بقتش بتاعتي خلاص علشان خاطر لو نزل عليها اي فيديوهات دي مش بتاعتي يعني هي مش في ملكي دلوقتي رحت لصاحب نصيبها فيالله بينا بقى نبدأ الشغل على القناة ديت ان شاء الله باذن الله اول حاجة بقى طبعا جبت شوية حاجات من السوبر ماركت زي ما وردكم في نفس اليوم اللي انا جبت فيه الحاجة من السوبر ماركت طلعت البيت وكان ناقص لي شوية حاجات نزلت تاني عند العطور كنت لسه يعني البرد ما كانش متمكن مني قوي فروحت برضو عند العطور جبت شوية حاجات وطبعا الحاجة ديت مع الاضافة للحاجات اللي عندي يعني هي دي حاجات الشهر اللي هتقضيكي يا هيبة ايوه هي ديت الحاجة اللي هتقضيني ان شاء الله وعندي فيه حاجات بواقي يعني عندي السمنة عندي شعرية عندي مثلا بعض المكارونات الانواع بتاعتها وهكذا انا جبت الحاجات اللي نقصاني بس الحاجات ديت بجيبها بناء على اللي انا كاتبه ورقة على التلاجة اول ما الحاجة بتبدأ تخلص من عندي بروح على طول على الورقة اللي انا هكتبها على التلاجة كاتبه مثلا ايه خلاص اخر كيلو دقيق انا فتحته دلوقتي او علبة دي خلاص خلصت من عندي فبروح كاتبه دقيق كاتبه رز كاتبه مكارونا قلم مثلا كاتبه محتاجة زيت خل محتاجة مثلا بيكين بودر محتاجة فانيليا بروح كاتبه الحاجات اللي انا ايه محتاجها بناء على كده لما بنزل بشتري الحاجة اللي انا فعلا بس محتاجها ما بقتش زي الاول اجيب الحاجة مثلا بكميات واخذينها والكلام ده لان دلوقتي الاسعار بقت اسعار مبلغ فيها قوي فالحمد لله ربنا يقدرنا ونجيب اللي احنا محتاجينه الحمد لله دي دوت انا لقيته معمولة عليه عرض ب18 جنيه في بيم فجبت بصراحة 5 اكياس فضيت 3 في العلبة وشلت اتنين بقى علشان خطر يقدوني لما لقيت عليه عرض وسعره حل زي سعر السايب بالزبط فقلت لأ بدل ما اجيب سايب لأ خليني اللي انا اجيب معلب كده وقريب من البيت يعني فما شلتش يعني كتير انا يضوب اتمشيت بس كده وروحت السوبر ماركت كمان ادي ايه انا بستهلك في الشهر 5 كيلو ساعة بيوصلوا معايا الستة وساعة بيوصلوا معايا الاربع على حسب الايه الاستخدام بس عشان بعمل معجنات كتير وبعمل كيكات وبعمل حاجات من اللي انتوا عارفينها دي كمان كان نقص عندي الماكارونا فجبت كيلو واحد بس من الماكارونا عندي ماكارونا المرمرية عندي اقلام عندي اقلام لا اقلام دي اللي انا جبتها اقصد اسبكتتي وعندي مقصوص والاقلام عندي كيلو فجبت كيلو عليها لان الماكارونا الاقلام استخدامها كتير سعر كيلو الماكارونا السايبة عامل 18 جنيه جبت كمان نص كيلو من العدس الاصفر وجبت نص كيلو من الفول الفول عامل 16 جنيه نص كيلو والعطس الاصفر النص كيلو عامل كام يا هبة الكيلو باربعة واربعين بقى النص بكام 22 جنيه نص العطس الاصفر ب22 ونص الفول ب16 جنيه اما بقى القمح انا مش فاكرة سعره كان بصراحة برضو جبت نص كيلو بس القمح انا ما بعملهش كله مرة واحد بعمله على مرتين بعمل في المرة ربع كيلو فضيت بقى انا مش هعمل دلوقتي ولا الفول ولا العطس ولا القمح ففضيت بقى كله فعيلة بكده وكمان عندي العلبة الصلصة هفتحها وارح حطها في التلاجة طالما فتحتها بحتفظ بها في التلاجة بتقعد معي شهر وباخد بمعلقة نظيفة كل ما تيجي تستخدمي معلقة من الصلصة لازم معلقة نظيفة ما تكونش انت حطتيها في اي حاجة قبل كده تخديها من الدرجة تستخدميها على طول اه يعني لو انت استخدمت المعلقة وعايزة معلقتين ما تحطيش المعلقة اللي انت خدتيها في الاكل خبطيها كده على الحلة وخليها تنزل من المعلقة واستخدميها تاني غير كده لا ما ينفعش مسلا بعمل صلصة مكرونة واخد معلقة صلصة وروح مقلبة في الصلصة اللي على النار ورجع حطها في العلبة تاني بتاعت الصلصة عشان اخد معلقة تانية نصيحة مني ما تعملش كده معلقة نظيفة جبت كمان علبة بيكين بودر العلبة عملة 45 جنيه اه الشاور ده بقى عايزة اقولك اللي رحته ممتازة 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 بجد انا كنت جايبة وخايفة منه لكن فعلا ايفا بتعمل عظمة عمل 49 رحته حلوة اوي 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 فجربيه هو بالتوت جبت كمان علبة الصلصة عملة 50 جنيه عشان بس ما نساش دي مكرونة كده اصغر من المكرونة اللي اقليم صغيرة يعني تحسيها ليها مني مكرونة انا جايباها عشان هعمل بيها وصفة حلوة اوي هتعجبكم لقيتها عند الرجل فاجبته نص كيلو هي سعرها زي سعر المكرونة العادية جبت كمان بقى آآ فانيليا فانيليا دي تعمل تقريبا اتنشر جنيه آآ الفانيليا البودر وكمان كنت محتاجة لبن بودر جبت تمن الربع عامل 50 جنيه فلاقيته اوفر اوي السعر بتاعه فجبت تمن عشان خطر برضو محتاجة في كزا وصفة كده عايز عمل حليب مكسف فقلت لا خليني اللي انا اجيبته مني بس دي علبة البيكين بودر اللي كانت عندي هي كانت خلصت بصراحة فعشان كده انا جبت علبة النهاردة طيب خلصت انا هرمي العلبة لا مش هرمي العلبة تعال اقولك انا هعمل فيها ايه نفتها كويس انا مرضيت شخصي لها انا يدوب بس رزعتها كده على الحود نزل البوائق اللي كانت موجودة لان هي كانت فضية خالص مطرح بس البودرة اللي كانت موجودة فيها وحطيت بقى مكانها ايه حطيت مكانها الخميرة عندي علبة الخميرة دي مليانة على الاخر وبقيت الكيس لاني كنت جايبة كيس نص كيلو محتوط في التلاجة وانا مش بحب الاكياس تبقى محتوطة في التلاجة فقلت لا خليني اللي انا اقلمي كله على بعض وروح حطي جوا لعلبة كده بصراحة الحاجات دي لما بيجي بيها جملة او بيجي بيها بكمية بتقعد معاك كتير وتحتفز بيها في التلاجة مفيش مشاكل يعني زي الفانيليا وزي الخميرة البيكن بودر وبتعط فترة يعني عايز اقولك البيكن بودر ده تقريبا انا جايبة من رمضان فمن رمضان لحد دلوقتي لقاعد فترة وسعره 45 جنيه العلبة نص كيلو جبت كمان بـ 20 جنيه شوكولاتة شبس عشان عايز اعمل لهم كوكز عايزين بقى نعمل بقى شوية وصفات كده حلوة بس ربنا يقوين يا رب امين يا رب العالمين ديت شوكولاتة المطبخ جبت واحدة بيضة واحدة درك علشان خاطر بس هستعاملها للحلويات الفترة اللي جاي الواحدة عاملة 20 جنيه اللبن البودرة انا قلتلك اللي هو الربع عامل 50 انا جبت طمن الطمن بـ 15 جبت كمان كيس بونة بعوف ده عامل 39 جنيه او 40 ل39 ل40 مش فاكرة قوي يعني فضيته بقى في العلبة هو فاتح سيدة وزيست الخل اللي هي الهاينز بـ 14 جنيه جبت زيت هانادي اسمه هانادي تقريبا اللي زيزة ديت عاملة 114 جبتها برضو من السوبر ماركت في حاجات جبتها من السوبر ماركت وفي حاجات جبتها من عند العطور صليتي بقى على الرسول صلي على الرسول علي افضل الصلاة والسلام معلش حقكم علي والله غزبا عني حاسة لنا رخمة قوي النهاردة بس والله غزبا عني زوري وجعني جدا لو عندكم وصفة حلوة تضيع البرد ياريت تقوله هالي يبقى كطر الف خيركم بحس اللي زوري مكحت حاسة اللي هو في حاجة غلط عملة اشرب سوائل سخنة مع الجو الحر دوت وحاسة برضو اللي فيه مش مستطعمة حاجة يعني كل حاجة بدقها كده تحس اللي هي ايه فيها حاجة مش طبيعية حتى الميا كمان وانا بدقها تعمام مش حلو بصوا بقى ده الرز اللي انا لقيته في بيم اسمه دوميوتي حلوة قوي الحبية بتاعته عريضة كده وكويسة سعر الكيس 27 جنيه بعد العرض هو عمتا الرز الرخص كان موجودة عند العطار وانا بشتري 21 جنيه بس ما كانتش الحبية دي كانت الحبية ليه رفيعة لكن دي الحبية العريضة سعرها 27 جنيه بعد العرض ورز السعب موجود في السوبر ماركت دلوقتي والضوحة كمان يعني يعتبر الشركات بدأت تنزل المنتجات بتاعتها زي الاول بس الاسعار بس اللي ربنا يرحمنا به رحمته امين يا رب العالمين والاسعار تهدى كده والدنيا تبقى تمام كده زاست الخل هفتحها برضو وراحطها في الايه في دولاب المطبخ ودي زاست الزيتة هي زاست الزيت دي ما بتقضينيش الشهر فأنا عندي واحدة تانية مفتوحة فعشان كده ما فتحتش دي لما اللي عندي تخلص تبقى ايه افتح ديت ان شاء الله الرخامة كده نظيفة بس برضو هلمحها بيفوت كده مبلولة شوية مية وازبط بقى كده الدنيا ويبقى كده تمام والحمد لله جبت كمان قالب زبدة بس جبته جنة معين فرن احلى بس مش عارفة ليه انا اتصرعت واشتريت على طول جنة فرق بين جنة وفرن تقريبا مش كتير 20 جنيه لان جنة عامل 79 وفرن تقريبا بتسعة وتسعين يعني فرق 20 جنيه بس بصراحة لو انا هدي الجنة هديها 8 من 10 فرن هديها 10 من 10 بسلة كمان بحبكم في الله